اهلا بحقاكم مرة اخرى الزميل عزيز ايمان مصطفى معامل ملعب المباراة الكابتن عماد النحاس المدير الفني الفريق من كونو العرب فضل يا عيم لسه مكملين في لقاءاتنا من داخل السيادة المولين العرب يسعد نادي المارا نلتقي بكابتن عماد النحاس المدير الفني نادي المولين كابتن عماد اهلا بك على اون تايم ممروك الفوز سلات نخاط مهمة جدا اعتقد مسيرة جائدة لنادي المولين خمس لقاءات ثلاث تعدلات مكسبين اعتقد يعني بتعودوا للمصاري الطبيعي النادي المولين بسم الله الرحمن الرحيم طبعا في البداية بشكرك وبقول الحمد لله رب العالمين على المكسب هارضي لك طبعا النادي الاسماعيلي النادي اللي ليه مكانة خاصة طبعا عند عماد النحاس اداء بطولي في خمس مطشاط مكسب طبيعا ان انت تبقى شايا الهم المباراة وهم النادي الاسماعيلي ان انت عايز تهدي مباراة كبيرة والمباراة في ملعبنا وظروفنا احنا الاثنين صعبة من بدري من اول الدور الاول واحنا الاثنين ظروفنا صعبة لكن بفضل ربنا الحمد لله يعني مكسب مهم وفي تويد بالنسبة لنا مهم كمان ودي اول مرة تحصل المكسب التاني على التوالي احنا مكسبناش من اول السنة متشان وارا بعد كنا دايما نكسب وبعدها تعادل او ييجي بعدها اخسار طب اشكر العيبة على المجهود اللي اتبازل من اول مباراة في الدور التاني من اول مباراة راضي دجلة احنا الحمد لله النهاردة ثلاثة مكسب وثلاثة تعادل مكاننا في الجدول الحمد لله تغير بعدنا عن المجموعة اللي كنا فيها تحت لما تبقى موجود في الاربعة اللي تحت او الخمس الاندية اللي تحت بينفسوا على مين يقعد الموضوع بيبقى صعب ويبقى فيه ضغط كبير على اللعيبة النهاردة احنا بنطلع مع الجونة مع الجيش مع الاسماعيلي 26 بونط النهاردة احنا الحمد لله 27 بونط مكسب كان مهم جدا بالنسبة لنا طبعا زي ما انت شفت ظروف المباراة مختلفة النادي الاسماعيلي وبيلعب فل تيمو كامل كان الموضوع مختلف بعد الطرد المباراة على جزئين قبل الطرد كانت المباراة يعني 50-50 كنا بنحاول نحنا نعمل ضغط عالي ونغلط لعيبة الاسماعيلي لكن ما انجحناش ومن كرة طويلة حصل فيها الكرت الأحمر لمدافع النادي الاسماعيلي بعد كده كان فيه الحمد لله زياد عددية مننا وقدر ان احنا استغل الظروف بشكل كويس وعملنا هجمة مرتدة اتنظمت شوية افضل من الشوت الاول وافضل كرة لعبت في التنظيم ان انت طالع ان انت تعرف تجيب جون سافيولا مع عبدالله ويمكن صدفة مع التغييرات اللي حصلت عبدالله ياسين مع لويس لكن فوزة انا بقولك مهم جدا بالنسبة لنا طبعا خليس اقالك في الوقت اللي كنت بتلعب فيه بزيادة عددية ما صنعتش الكم الكافي من الفورشيف ممكن يكون ده توطر من لعبتك لا طبعا انت بتلعب في فريق كبير بيعرف في موسيقى الكورة كويس في خبرات كبيرة موجودة في الملعب لكن انا بشوف الشوت التاني يمكن الناص العددي ده ادى لضعف شوية في اللياقة البدنية شوية تحس ان لعبت النادل اسماعيلي قال له بازلوا مجهود عالي جدا واحنا كمان بازلنا مجهود اعلى عشان نوصل للجون الفرص رغم انها كانت قليلة من التصرع بتاعنا احنا لما بتلامس عايز تطلع بسرعة حمدي لعب سريع ونفس الكلام لكريم مصطفى سبحان الله مع بداية تفكيرنا في عبدالله وليوس ان حد ينزل يساعد سفيوله في نص الملعب ويكمل بها شغل اللعيب هو ده ممكن يكون اللي فارغ معنا خاصة ان الجون من اول كورة يعني اول حاجة بتطلبها من اللعيب وينزل تتنفذ فانا بقول له ده توفير ربنا سبحانه وتعالى تيسا بتكلم مع واحد من الافرات الجهاز الفني اللي بيترجم لويس انستروزا بيقول لي اللي كابتن عماد قاله لويس عملوا بالزبط جاب جون بص لويس العيب اساسي بازل مجهود المتشاط اللي فاته الخمس متشاط بيلعب دايما اللعيب بيكمل تسعين ديئة عبدالله نفس الكلام فانتو النهاردة مش عاديين مش احتياط مش فكرة اساس واحتياط انت قاعد عشان لما تنزل تكسبنا طبيعا ان انت لما ترتاح المجهود اللي هتبزل في تسعين ديئة انا عايزك تبزل نفس المجهود بس في المدة اللي انت تاخدها 30 ديئة 35 ديئة ويبقى تركيزك اعلى ان انا هجيب جونيا بس فبرضو ده توفير ربا سحرة على مهما تتكلم مع اللعيبة لكن ده طبعا ده توفير ربا